هذا وتشهد الدولة المصرية إنجازات ملحوظة على الصعيد الاقتصادي ترتب عليه إعلان وزارة التخطيط استهداف الحكومة تحقيق معدلات النمو تصل إلى 6% خلال العام المالي المقبل في الفترة الأخيرة بدأ المواطن المصري يشعر بتحسن غير عادي وذلك بفضل الخطة الاقتصادية التي اندهجتها الدولة المصرية في السنوات الست الأخيرة رغم تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات فإن مصادر أخرى للعملة مثل استقرار عائدات قناة السويس وتحولات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور فالبنك المركزي المصري أكد أن تحولات المصريين ارتفعت خلال الشهور الخمس الأولى من السنة المالية الحالية بنحو مليار ومائتي مليون دولار بمعدل سنوي بلغ 12.1 من 10% لتسجل نحو 11 مليار ومائة مليون دولار مقابل نحو 9 مليارات وتسعمائة مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة من العام السابق كذلك شهد سعر الدولار الأمريكي بالمقارنة بالجنيه تراجعا كبيرا حتى وصل إلى 15 جنيها و60 قرشا للشراء و15 جنيها و70 قرشا للبيع وهو ما أدى إلى هبوط أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية ازدهار ونمو اقتصادي ترتب عليه أعلان وزارة التخطيط استهداف الحكومة تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6% خلال العام المالي المقبل ومع التحسن الملحوظ للاقتصاد المصري أكد خبراء اقتصاديون أن مصر ستصبح الاقتصاد السادس عالميا عام 2030 بعد كل من الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا وإندونيسيا وفق دراسة أمريكية بهذا الصدد فضلا عن الإشادات العالمية التي حصلت عليها مصر من مؤسسات اقتصادية كبيرة متنبئة لمصر بمستقبل اقتصادي مزدهر